أكد رئيس مجلس الوزراء مصطفى مدبولي استمرار المتابعة الدورية للتأكد من توفر السلع بمختلف الأسواق بالكمية المناسبة تلبية لاحتياجات المواطنين وخلال استعراضه تقريرا حول جهود الوزارات والأجهزة المعنية في متابعة تنفيذ المرحلة الأولى من مبادرة خفض أسعار السلع الأساسية أكد مدبولي العمل على توفير مخزون استراتيجي من السلع الأساسية وأشار رئيس الوزراء إلى ضرورة استمرار مختلف الوزارات والجهات الحكومية المعنية في متابعة تنفيذ ما تم الاتفاق عليه مع تحاد الغرف التجارية والتحاد الصناعات المصرية فيما يتعلق بتطبيق المبادرة